بالقصر الملكي بفاس أشرف جلالة الملك محمد السادس اليوم على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بالمناسبة تلقى جلالة الملك الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد تسعة عشر المتابعة لخالد نجدي بعدسة عبد الرحيم بوحدوي بالقصر الملكي بمدينة فاس أعطى جلالة الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد تسعة عشر وتلقى جلالة الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ليكون جلالته ميتالا يحتدى وقدوة للمواطنين وتنفيذا للتعليمات الملكية ستكون حملة التلقيح مجانية وستتم بطريقة تدريجية وعلى أشطر وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة الذين تفوق أعمارهم سبعة عشر عاما وذلك بهدف تحقيق المستويات المنشودة من المناعة والتحصين الجماعي وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء واحتواء الفيروس في أفق عودة تدريجية للحياة العادية هذه الحملة الوطنية التي تنطلق بعد توصل المغرب بكميات كافية من اللقاح تعكس العناية التي ما فتأ جلالة الملك محمد السادس يحيط بها جميع مكونات الشعب المغربي وتترجم إرادة جلالته الراسخة والقوية في تحصين وحماية صحة وسلامة المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر